أول ما بدأت مع الحوثيين نحن كنا ساكنين في محافظة تعز ساكنين في تعز ودخلوا عندنا الحوثيون وكانوا مفاعل النقطة عندنا وكنت أجز عندهم بعدها قالوا بان عسكر قلت تمام وشلونا دورة ثقافية وبعد الدورة الثقافية خلونا شهر وبزونا دورة عسكرية وخلونا شهر ودولنا من عشرين ألف وصلحونا وبزونا تعز جلسنا نقاتل لما الجيش الوطني تقدم بعدها نسحبنا ونقلونا صانعا ومن صانعا خلونا نقاتل في سرواح جلسنا شهر وعدها نقلونا من سرواح إلى فاطم تبت فاطم هذا في حريب القراميش يعني وكانوا يسرعونا كل الجبهات وجبهة صلب وجبهة بحارة يعني كل الجبهات وعدها سيرونا لما دخلنا سرواح هذا سيرونا دورة ثانية وكانوا يدولنا غلق الستة هالشهر يقولوا علاوة من السيد عبد الملك خمسة عشر ألف ريال يقول لك للأهل للبيت وعدت عسكرت معهم جلسنا هنا وكانوا يدربونا عن فاطمة وعن علي يعني محمد هذا هانو ما يدخلهم بيني أول موقف جاني في سرواح في السوق تحاصرنا كنت في مترس والمترس ذا كان يعني حجار خفيفة وحاصروني كانوا يقولوا يسلم ولا أرضي تسلم خايف لا يذبحوني كانوا يقولوا الحواذة أن الدواعش يذبحوا بصواطير سلفيين يعني ما يعرفوا أحد وقلت ما أرضي تسلم أنا كهنو دي يدربو علي يدربو علي يعني كانوا يمشي من عندي قتلوا جنبي ثنين وثنين جرحة والجرحة قدوا مكبر مني ما قدرت أبزهم يلا أنا بز نفسي وبندقوا جعبتي واشل نفسي وانسحب طمر طمر كانوا يطرحون بعدي بعدي الرصاص لأن حصلت حفرة خطست وسطها جلستي جي يومين وسطها والأكل معنا وكل شي بعدها تقدمنا شوية بعدها بعد ما تقدمنا احنا أرجعنا جانا المدد جانا أقول شي كنا الطيران هذا كنا ما يخوفنا الله الميجة هذا الحربية كنا ما نقلقش منها يوم إحنا قد إحنا دا أهلي الله بس الزنانة هذه طائرة بدون طيار والأباتش كنا هذا كانت ما تصافت عندنا كنا نغطس بين الأشجار نسويلنا خنادق يعني أول ما نسمع نروح شريط كلنا في الجبهة علمونا الشمة والقات والنبيثري هذا في رقبتك فيها زوامل تشغل الزامل تشوف يعني كأنك باته يجوم بدون شعورك زوامل هم قوة وعدها يعني كنا ما نخزن شوية والقات مليان داك اللقات الصعدي الحب فيها باغة كبيرة فيها ثلاث عيدان ثلاث عيدان بس تخدر به تهجوم بدون منداري والزوامل معاك لا طفية البطاري يركب لك بطاري ذاني يدوه تبعاً بيثري ثنتين بطاري ثلاث بطاري في اليوم تكملها والزوامل هذا يعني كان عندنا أهم مش الزوامل الزوامل هذا اللق تطعت عندنا باني تنتهي المعنوية كنا نقول المعنويات حديد والعدو منهار والعدو مبطوح على بطنه وفي ظهر حجر يعني كنا هي كل المواقف تذكر المهار تذكر ومار تذكرها والله في الجبه ما تذكر حد أذكر نفسي وأصحابي بس الزواملين شفت ناس ميات اي شفت عدة ناس شفت عدة ناس ولا أشعر بشي الله أرحمه مسحبة مسحبة فوق الطقم علمونا لا أول يعني جالستهم كانوا كلهم شمة وعدها قل لي واحد أنت ليش ما تشرب شمة قلت ما أحبها قال جربها ليش أجربها قال جربها وبالتلع طعامها ضخمة وأجربها وأدوخ وليوم الثاني اليوم الثالث لوما علموني وعدها كانوا جيلنا كيلو كيلو الكيلو جس مع الواحد يومين ثلاثة يوم مع الحوالي وانا جس بي كان القرطاس خمسة يوم عشر يوم بس بطلتها بس كأن الجبل عندك مثل الكورة فرعت يعني أنا أول شي مشيت أول ما مشيت من عندها يعني ما رضيت توافقني تخليني أسير جيت بات حبسني ما قدرت وشليت نفسي بلغاس بوهربتي بعدها جلست شهر ومدري شهرين وفقت لأمي نازلت وما صدقت تحسبني ياها قدمت ولا اتصالات ولا شي شلوا علينا التلفونات كل عام بعدها وصلت لعندها تفاجأت ومعاد شيني شروح خلاص وزيها أمانا بخير وسلامة ولا تخافي وأي وقتو أنا بقع عاجي عندي شلات خافي أنا ما أنا في جبهة ولا وأنا في جبهة مشتياج تقلق علي كونوا كانوا يخلونا زيارة سبع سبوعين بعدها يطلعونا يجي لنا أطقهم للبيت ويحمل الأفراد يدونا الجبهة ويدوهولاك بدلنا زيارة لو ما وصلت عند أمي حظنتني يعني ما عاد قلت كأني واحد كأني خلاص معي أسرة وحسيت نفسي لني عاد أنا أنا قدل حيولا في الجبهة نفسي واحد في المترة ستيس مثل جني شهر شهرين وذيابك قدي مخنزة لا ماء ولا يدو لك ماء تشربه أتروح صناعات بالدل كنت أرجع لعند أمي مثلا لقد لي فترة فترة معي أنا قذيرة يخلونا بالكذير بالكذير هذا أسبوع وبعدها يقول لك لما حضرت أسبوع لش سجلت وليش يعني يغلوك تمشي وانت ما تشتج من عند أمك عادك فاقت له يعني تجي لها عندها وترتاح عندها يومين عاد الله صبنت لي ذيابي ومي وعطرتني قالت الله وديعك ودت لي ذيابي ومشيت الجبه هي عارفة هم باتروح هي عارفة هي وعارفة بس مش عارفة هم الله في جبه كانت ما يمخليتني بس قلت لها في موقع خدمة بس في نقطة ترجمة نانسي قنقر